أصارت الفنانة هاجر أحمد وزوجها رجل الأعمال أحمد الحداد جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة عبر حسابها الرسمي من شهر العسل الصورة اللي حزفتها على الفقر لتبدو كأنها نشرت بالخطأ فبعد مرور خمسة أيام فقط على احتفالها بزفافها نشرت هاجر مجموعة من الصور اللي بتجمعها بزوجها على أحد الشواطئ وظهرت من خلال الصور وهي بترتدي كاش مايو باللون الأبيض ومن بين الصور اللي نشرتها هاجر كانت صورة أصارت الجدل حيث كان زوجها يضع يده على جسدها بطريقة اعتبرت نصيرة للجدل ما دفع الفنانة إلى حسفها فورا وبرغم حسف الفنانة للصورة إلا أن العديد من متتبعي المشاهير كانوا قد تمكنوا من الاحتفاظ بالصورة وأعادوا تداولها على نطاق واسع وكان من ضمن التعليقات على الصورة قال يعني بيغطي ما كان خلاها تلب الساتر من الأول وهي بتتصور وقال آخر حاطت إيده في صورة وشايلها في التانية طيب أنت مين فيهم يعني أنت بتداري جسمها كده؟ ولكن في المقابل حظيت الصورة بإعجاب الكثيرين اللي أشادوا برجولة زوج الفنانة وعلقوا وقالوا على فكرة الراجل ده بيغير عليها قوي واضح من الصورة اقفل الروب يا هاجر ما دوخيش الراجل معاكي ربنا يهنيكم ويبعد عنكم العين الصفرة وتصدرت هاجر أحمد 27 سنة محركات البحث بعد احتفالها بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد ترجمة نانسي قنقر